عبد الحليم حافظ حليم وما أدراكي حليم ده حد أيوة أنت ليه العشق كله حليم وما أدراكي هقولك ليه هقولك ليه هزا الأسطورة دي أسطورة أما كلم أولا الكلام عن حليم في عشق يا مجرد أن حضرتك يا أستاذ المفيدة قلت يا عبد الحليم هنتكلم عنه في عشق لما نتكلم عن عبد الحليم حافظ الأستاذ نجيب محفوظ أو توفير حكيم مش عارف قال إيه قالك ده بيغني من قلبه مش من حنجرته ودي حقيقة أنا لا أنسى يا أستاذ السوير وإحنا في الأبي فوق الشجرة كان فيه صور بتنزل على التتر ففيه صورة فيها حليم وأنا وميربت وفاروق يوسف وكنا في مركب في الأناطر الخيرية ففاروق كان دمه خفيفة الله أرحمه بيأذر مع حليم قاله مش معقولة ليه بيحبك غنى حليم يوم يا أستاذة أقسم بالله العظيم يا أستاذة المفيدة جرس صوته في ودني أحلى من كل اللي بسمعه في التسجيلات ربنا إداله صوت لا إله إله كان دمه خفيف جدا حليم حليم لعلمك يعني عايز أقولك على حالة مش فيه مشهد فيه المنخل ده والمية هتنزل علي بتاع يا مجد يا عمروسي المنخل يخلص يروح المطبخ عندي في البيت وغبالك كان هو منظم جدا لا حليم ليه موقف عايز أقولكو حاجة حليم كممثل يا جماعة هايل ممثل أنا هتكلم عليه كممثل بقى وأنا دارس التمثيل لا ليس دفاعا أو كده لا شوفي عبد الحليم حافظ في الستاشر فيلم اللي عملهم من أول ما ابتدى لغاية أبي فوق الشغل حتى أمسكي التاريخ بتاع الممثلية الأستاذ حسين رياض وفتوح نشاطي مرورا الأجيال كلها لغاية أماجه لغاية الجيل بتاعي وبعديها كان يجي لي ونروح سنة سبعين مدرسة المشاهدين ليه حليم كان حيعمل فيلم له وكان يروح لعادل وسعيد ويونس في الكواليس حتى ما كانش يخش عن ده أحمد زاكي ليه لأنه كان حيجيبهم هيعمل إيه يعني كان هيعمل بيهم فيلم كانت البطلة هتبقى نجلة فاتحة أنا هعمل أخوه كان حيغني في الفيلم الأصدقاء وحقرون يتصورون حبيباتي من تكون ده كان فيلمي ده فيلم لا لا إسمه فيلم لا أيوة اللي كان بتاع مصطفى اللي كان حيكذبه وكان حيعمله حتى عمل منه مسلسل في الإزاعة سنة 73 اللي أرجوك لا تفهمني بسرعة ما أيوة هو ده الفيلم اللي كان حيتعمل فكان عايز يعيشهم إن هم أصحابه فعلا عشان ما ييجي في الفيلم يبقوا أصحابه زي ما عمل يبقوا أصحابه هاي فقال له عملة زي قصة ولايل قال له لا ده غير إسمه بقى اسمه عند الفتاح ولايل عشان أنا تحس عند الفتاح لا فأنا لا أنسى البثاقة دي وقع لا أنسى والله